نذهب معا إلى ماريسا المتابعة مع حركة الأسواق كيف اليوم أسواق آسيا؟ خايفة من أوميكرون ولا تخطط الخوف من أوميكرون؟ متفقلين بالدعم من الصين سبا صباح الخير صباح الأسواق الآسيوية صباح اليوم على ارتفاع عم نشهد ارتفاعات نوعا ما عم تغطي الخسائر اللي كنا عم نشهدها مؤخرا يعني عم نشوف قدامنا أنه حتى المؤشرات عم توصل لمستويات نوعا ما عالية ولكن الملفت كان أنه الأداء تبع الأسواق السينية عم بيكون جدا إيجابي خاصة من بعد الدعم يلي أعلنت عنه الصين فيما يتعلق بالتخفيض المخصصات وحتى الامدادات يلي ممكن أنها يتقدمها عم نشهد ارتفاعات تخطط الـ 2% على النيكاي 225 و1.5% على الهانكسنج يلي كان عم يشهد أكتر شي ضغوطات بالفترة القطاعات خاصة من بعد الضغوطات يلي شهدوها أسهم التكنولوجيا من بعد الإصاحات تبع ديدي أسبوع الماضي من ناحية أخرى الأسواق الأسيوية الأسواق الأمريكية كانت عم تغلق على ارتفاعات عالية جدا مبارح الارتفاعات كانت مدعومة باختفاء أو تخفيض المخاوف من أوميكرون يلي هي نوعا ما بعدها في تقلبات بشأنها إذا كانت تأثيراتها هتكون كبيرة ولكن الارتفاعات كانت عم بتكون جدا عالية وخاصة على الـ S&P اللي محها الخسائر تبع أسبوع الماضي كلها دا جونز كان على ارتفاع تقريبا 1.8% والنازدك اللي هو قطاع التكنولوجيا تحديدا كان عم يوصل تقريبا للـ 0.93% ارتفاعات كانت ممتدة على جميع القطاعات والملفت أكتر أنه قطاعات التكنولوجيا كانت بعدها بفترة من الفترات عم تشهد ضغوطات حيث أنه إذا مطلع على فيسبوك بالفترات الأخيرة كان عم بيوصل مكرر ربحية تابعه لأدنى مستوى إذا منقارن مع بقية الشركات الضخمة في قطاع التكنولوجيا عم بيوصل تقريبا مكرر ربحية تابعه لـ 22 مرة وهذا الشي اللي كان عم بيفرجينا أنه إذا منجي منقارن تقييمات تابع شركات الميجا كاب تكنولوجي كومبينيز هنلاقي أنه فيسبوك تقريبا أسعاره مغرية جدا إذا منقارنوا بهذه الطريقة ولكن ملفت أنه دائما فيسبوك عم بيكون فيه نوع من لغط أو نوع من تحديات اللي عم بتواجه الشركة كان من قوانين جديدة أو حتى قضايا عم تنرفع ضدهم أو ممكن أنه تنرفع ضدهم بالفترات اللي جاي من بعد إشياء كانت نعطت سابقا بالـ 2017 أو غيرها من ناحية أخرى رغم التراجعات اللي عم نشهدها قدامنا على الشركات الكبيرة الضخمة مثل مايكروسوفت وأمازون وأبل وألفابت وفيسبوك ضمنهم إلا أنه حنلاقي الارتفاعات اللي كانت قوية عم تكون إجمالة على الصندوق المتدولة على الأسواق اللي هن الـ ETF في عنا مثلاً صندوق تريبل كيو من انفسكو كان عم بيشهد بالأسبوع الأخير بالوقت يلي كل الأسواق عم تتراجع كانت وكل الأسهم وخاصة قطاع التكنولوجيا كان عم بيتراجع إلا أنه كانت التدفقات النقدية اللي كانت عم تفوت على الصندوق عم تتخطى 2.6 مليار دولار اللي هي أعلى نسبة تقريباً من شهر 6.2021 هيدا نحن نسميها شراء على الانخفاضات أو ما يسمى بالـ buying the dips يعني فيه مستثمرين كانوا عم بيراهنوا على هيدا الارتدادات اللي ممكن إنه تشهدها المؤشر كان خسر تقريباً بحدود العشة بالمية بفترة من الفترات وبلش هلأ شا عم بيرجع يرتد بالارتفاعات يعني كلها هلأ تحديات إنه شو ممكن تكون النظرة المستقبلية الواضح إنه حركة الأسواق عم بتكون للفترة الأصيرة مش للفترات الطويلة وهذا الشي اللي عم بيخلي المستثمرين يخلقوا التدبذوباتي اللي عم نشهدها بقلب الأسواق أوروبا من ناحية أخرى كان الأداء مماثل للأسواق الأمريكية كلها على ارتفاعات تتخطط الواحد والواحد ونصف بالمية عنا اليورسوكس 50 عم بيوصل الـ 1.4% من ارتفاعات 4137 نقطة عنا الفوتسي 100 والداكس والكاكارونت كلهم على ارتفاعات كلهم فوق الواحد بالمية من ناحية أخرى فيه شغل اللي كنا دي صارنا فترة منحكي فيها بالأسواق الأوروبية هي إنه الارتفاعات وصلت لمستويات قياسية وصلنا لمحل بلشنا نشوف تصحيحات ولكن هيدا التصحيحات عم تخلق نوع من القلق عند المستثمرين رغم إنه الارتفاعات بعدها عم تطلعوا تنزلوا عم نشهد قدامنا بالتدبذوباتي اللي كانت تقريبا من آخر شهر نوفمبر لحد ديت اليوم في عنا تدبذوبات عم بتكون بين نقط معينة يلي هي بعد ما استقرت حول المؤشرات لأنه بكل بساطة في مخاوف المؤشر التحتان الخط التحت اللي باللون الأخضر مبين قدام ما بيفرجينا قديش كان عم بيكون في تفاوت بين التوقعات للشهر والثلاثة شهر وحتى للستة شهر لقدام فبعدنا لهلأ مشوات حصورة بالنسبة للأسواق الأوروبية من قبل المستثمرين اللي بعد عندهم قلق يمكن من الجائحة يمكن من توقعات النتائج إلا أنه ممكن أنه نكون بعيد تقريبا بحدود 3% أو 4% من نقطة دعم هي أساسية حتكون للأسهم الأوروبية بالفترات اللي جاية موضوع تاني صار له فترة طاغة هو موضوع البيتكوين أو الكريبتو كارنسيز بمؤشر بلومبرغ جالكسي كريبتو يلي هو بيئيس أغلب العملات المشفرة الكبيرة وأداءة خلال الفترات اللي قطعت حيبين قدامنا أنه رغم التراجعات اللي شهدناها بين شهر خمسة وشهر سبعة إلا أنه المؤشر رجع بلش يرتفع ويرجع يعود الخسائر اللي شهدناها قبل فرغم التراجعات اللي نحنا هلأ عم نشهدها على الكريبتو كارنسي وتحديدا على البيتكوين بخلال الأربع خمس أيام اللي قطعوا إلا أنه الارتدادات أو الإجماع تبع أداءهم ككريبتو كارنسيز عم بيكون إيجابة وممكن أنه دايما نظلنا نلاقي هيدا التدبدبات عم بتصير يعني صرنا ملاحظينا كذا مرة على البيتكوين بيرتفع بيرجع بينزل بيرجع بيرتفع واليوم أداء البيتكوين عم بيرجع يرتفع فوق الخمسين ألف ارتفاعاته جاية مدعومة يمكن بالقابلية أو الشهية اللي موجودة على الأسواق العالمية ومبارح حكينا نحنا على الرابط بين الأسهم الأمريكية والبيتكوين يعني صرنا نشاهدين أنه هيدا الرابط للارتباط عم بيكون كتير مباشر لبيتكوين عم بيرجع يرتفع وعم بيرجع يرتفع فوق معدل الميتين يوم عم نرجع نشاهد رحلة صعودية نوعا ما بس ولكن هيدا كله بيعتمد على سنتمين تبع المستثمرين وقديش ممكن تضل هيدا الارتفاعات مستمرة العقود الآجلة الأمريكية عم بتسجل ارتفاعات كمان لليوم نسل صورة مماثلة بالأسواق الأوروبية إذا منكمل عن نسل وطيرة مثل ما شفنا مبارح وشفنا اليوم بالمؤشرات العقود الآجلة ممكن أنه تضل سنتمين تمتابعة مع المستثمرين ونرجع نشاهد جلستان من الارتفاعات لا شك مريبة أنه السوق هذه الأيام عم ناخده يوم بيوم مش بس مجرى الأخبار لكن أيضا الثقة يلي تم بنى عند المستثمرين أو عم تتاخذ منهم بحسب هذه الأخبار صحيح لا منا فترة بناء محافظة إنما هي day trading أو حتى استثمارات لفترات جدا قصيرة حيث أن المستثمرين يجربوا قدمة فيهم أنه يكونوا عم بيستفيدوا من الأحداث اللي عم بتصير عشك اليوم أو فترات قصيرة شكرا جزيلا لإلكماري شكرا سبا